هذه الديناميكية الجارية الآن في الغوطة كان هناك اتفاق وقف إطلاق نار ثم نهار بعد الهجوم على إدارة المركبات وتصاعد الأزمة التي وصلت بنا إلى هنا لكن لماذا حدث هذا الأمر في الصورة الجارية في الصراع السوري ككل هذه الجزئية لماذا تحدث بهذا الشكل هل كما يقول بعضناك نظرية تقول أن اللاعبين القدامى دول الخليج ربما الذين شكلوا المسرح السوري لفترة ما يجب أن ينتهوا ويخرجوا من الأزمة لأن هناك صراع آخر لدول أقوى وربما وأكبر من دول الخليج تدخل الآن في هذا الصراع وهي لا يعنيها مسئلة الغوطة ولا تريد لهذه التنظيمات أن يكون لها شأنه لذا تجري هذه العملية بهذا الشكل بالنسبة للدول الخليج أعتقد أنهم خرجوا أولا السبب الذي أشرت إليه موضوع حرب اليمن والخلاف الخليجي الداخلي أصبح أولوي على ما يحصل في سوريا وثانيا لأن اللاعبين الأساسيين أصبحوا أعتقد أربع تركيا إيران ومولايات المتحدة وروسيا وأعتقد أن ما يحصل في الغودة سببه أساسي بين مزدوجين هذا التدخل المترجل من البلاد المتحدة داخل سوريا أيام الرئيس أوباما كان هناك اتفاق روسيا أمريكي أن تكون الساحة السورية ساحة روسية وحتى البلاد المتحدة كانت تعبر عن عدم اهتماما بسوريا ولا تعتبر أنها جزء من أمن استراتيجي كانت تعتبر فقط أن سوريا مهمة لأمن إسرائيل وهذا تم تأمينه سواء بين روسيا والبلاد المتحدة لإسرائيل أعتقد عندما قررت وزراء الخارجي الأمريكي بريك ستيرسون أن يعلن أن هناك استراتيجية للبلاد المتحدة وأن هناك حصة وأنه عندما يتقدم رتل روسي يفترض أنه غير تابع للحكومة الروسية يعني ترتكب ضده مجزرة لأنه اقترب من مناطق الشرق الفرات وبالتالي أعتقد أن روسيا أرادت قلب الطاولة على الجميع وبالتالي إذا كانت هي تخلت عن الخيار العسكري بعد حلب وذهبت باتجاه سواتشي وباتجاه أستانا مقابل ما كان يرفض النظام السوري والإيراني هي تقترب من هذا الأمر هيا أولا ثانيا أن روسيا هي التي دعا روسيا بسبب التصرفات الأمريكية باتت تقترب من وجهة النظام الإيرانية والسوري أستاذ مالاك خلال الأيام الأخيرة سقطت طائرة روسية بصواريخ مجهولة هناك مجموعة إغارات لطائرات درون على حميميم وترتوس وواضح جدا أن القوات الأمريكية هي التي شنت الغارة والتي أتت على مئة أو مئتين من مرتزق الروس وبالتالي روسيا تعتبر أن هناك اعتداء على وجودها في سوريا أعتبر أن روسيا تريد أن تعود عن هذه الخسارة أولا تريد أن تقول المجتمع الدولي بأنني ما زلت أملك أوراق كثيرة وخصوصا هذا الحلف مع إيران ثانيا وهذا شيء مهم جدا لماذا روسيا هي التي دعت إلى جلسة مجلس الأمن أعتقد أن الضغوط الدولية كانت حقيقية جدا وأن روسيا كان بإمكانها حتى الساعات الأخيرة أن تعطي فاته ومع ذلك كانت مضطرة أن توافق على هذا النوع لأن أعتقد هذه المرة أن الضغط الدولي حقيقي وأن حتى الاتصال الأخير الذي حصل من مركيل وإمانويل ماكرون يعبر أيضا أن الاتحاد الأوروبي يقبل هذه المرة خصوصا أن أوروبا تتحدى للعودة إلى سوريا أي إعمار يجب أن يكون عن طريق أوروبا وبالتالي على روسيا أن تكون جزء من هذه المرة هذه نظرية مهمة دعا لدكتور فوربيوف إذن روسيا توازن شيء ما بين ضرورات الميدان ورغبتها في التعبير عن قوتها وتعبير عن قدرتها ربما ترجمة نانسي قنقر